استقبل وزير الخارجية سامح شكري وفدا من حركة فتحة برئاسة محمود العلول نائب رئيس الحركة وخلال اللقاء كادا شكري على حتمية وضع حد نهائي للكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة ووقف الانتهاكات الإسرائيلية وممارسات العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين مشددا على ضرورة التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2728 والبناء عليه لتحقيق الوقف الدائم لإطلاق النار لما بعد شهر رمضان كما أكد شكري على المسئولية القانونية والإنسانية للأطراف الدولية لضمان الإنفاذ الكامل والمستدام للمساعدات إلى قطاع غزة من جانبه أعرب الوفد عن شكر وتقدير القيادة الفلسطينية وجميع الشعب الفلسطيني للموقف المشرف الذي تتبناه مصر لدعم القضية الفلسطينية وأحل أزمة قطاع غزة